لقد واجه العراق قبل وبعد ظهور الوباء وباءً لا يقل فتكاً وخطراً على العالم هلا وهو الإرهاب والفساد قبل أي شيء يعلو صوت الشعب فتنطق الكلمة بلسان رئيس الجمهورية في بيت الأمم المتحدة وهنا يسمع العالم كلمة العراق عالياً دون أي مواربة سياسية الرئيس برهم صالح وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين يدعو العالم أجمع لتشكيل تحالف دولي ضد الفساد بقلم عراقي وعلى ورقة العراق بعيداً عن تصفية حسابات أخرى على حساب العراقيين يخط الرئيس عنوان انتخابات حرة ونزيها تحقيقاً لمطلب الشعب الوطني كلمة جاءت في صميم الحدث العراقي بعد أن طفق الناس بالمشهد الحالي وفي تعظيم القيام العليا فإن خطاب الرئيس برهم صالح الذي قيس بميزان العراق أولاً بعد أن قدم للعالم نتاج حصول العراق على سيادته مؤكداً أنه سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة لشعوب المنطقة اقتصادياً وأمنية يتوقف الرئيس أيضاً عند نقطة مهمة تتمثل بدعم الحكومة في دخل الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وضبط السلاح المنفلت وهو يفسر بذلك لغة الفوضى التي تضع العراق في الخانة المهمشة البعيدة عن صوت الاستقرار وقد ينسى العالم بفعل كورونا وأزمات متتالية ما يمر به العراق من ويلات وشعبه الذي يذوق القتل وحقوق نسائه فإن صالح جاء يؤكد ما قد ينسى في غرف القرار الدولية نهيك عن المرور على أهمية التعاون في مواجهة وباء كورونا ويلات العراق على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أعظم القضايا العالمية لكن رسالة صالح اليوم هي التذكير الذي يدعو إلى العمل للتوقف عند حدود المراقبة رسالة رأس الدولة تأتي اليوم بأهمية النظر إلى العراق على أنه البلد الأكثر حاجة إلى التغيير بعد أن بات محط أنظار العالم بعزيمة شعبه وأطيافه كافة والذين يردون لغة الاستقرار لا غيره تترك إلى الوقت تترك إلى الوقت وك 시작 يَقَلق remote تُعَتَدَ تَحُّلُّوًا تُعَرَتَ إِقْبَرَ تُعَيْتَ شكرا